السلامة لبنات مرحبا بكم في القناة هيود الحاجة الرشيدة اليوم نشارك معاكم التحلية كيف تتشوفو اللي فيها ثلاثة طبقات هنبدأ معاكم الطبقة اللولة والثانية والثالثة اللي تتجي رائعة ومميزة صراحة وتزين دياله كيف تتشوفو اللي بسيط وساهل هنشارك معاكم كل شي دائما في الفيديو تبعوه من اللولة الاخر وما تبخلوش بلايك وابوني هدا هو القاوم ديال الكريمة اللولة اللي تتجي رائعة وكينا الكريمة التانية هي التحتانية وكينا وحد ديسير اللي غن ديروه الوسط هنخدموه بحط طريقة اللي بسيطة وتزين اللي غيكون شكل دياله جميل وطريقة بسيطة موهم هنا غن دوزون مقادر اول حاجة عندي نسليطر ديال الحليب وعندي هاد فلو العادي وعندي السانيدة هاد هي الطبقة اللولة هند ديرو الحليب غنزيدو علي ثلاثة المعالقة على السانيدة وهاد فلو العادي ما فيه لنكهة لوالو عير عددو الطور تي يجمع لنا الحليب باقي نوحنا على شكل فلو العادي طبيعي وتي يكون لك نحلو ما تيدروا السكار هنا يختار النوع ما فيه السكار رات ندير ثلاثة المعالقة على السانيدة وغندروه على البوطة تي يسخن تماما مزيان نحتاج الكووس اي كووس بغيتو تنفرغ كمية تنوزها الطبقة اللولة يعني بالتساويل تحت في الكووس كاملين انا هاد نسليطر يعني خرج من نسات الكووس كيف تتشوفو سوف نقاددوهم تتنكملو نتبعو المراحيل اخرى وغنخلي هاد فلو ضغيات يبرد هنخلي عير سطح على سطح البوطاجي او سطح فين تنخدمو مندخلو لتلاجة الاولو لان خاصو يبقى تي يبرد عذابش ندخلو لتلاجة تتنوجدو الطبقات كامنة جميعين نيبقى وغدذ لها اسمتشك اكسف اتركت مع سطح البوطاجي و السطح ف هو ضغطر تنفر والكووس فى مسيل ببصر كل ممتشك سوف نستنقضواه مسيل ببصر wirate نستطيع عن بعقويد وكووس فى مسيل ببصر فى مسيل بحث حسنا تبقى لكم الديسر على حساب اللي عندكم في المطبخ عير هوية اللي تنديروا الاخطار والاصفار والاحمر تيعطينا واحد شكل اللي هو زوين من هدية الطابقة الثانية اللي غان تستعمله سنقطع تاكيوي نقيته كيف تشوفه سنقطع الكمية كاملة دي الديسر اللي عندي بالنسبة الديسر سيبقى على حساب ثاني الكمية اللي باغين انا درت واحد الكمية اللي جيني واحد طابقة اللي باينان غان نوريها لكم كديرا مويمة البنات سنشكر قع الناس اللي تندموا القناة ديالي قداموا جداد واللي شاف الفيديوهات هنا في القناة وعجبوها المحتوى دي للقناة اللي تنحط مرحبا بيها وما تبخلش علي يا ابقابوني وبلايك بجد عمني وتنشكر قع الناس اللي مشاركين في القناة ما تبخلوش بلايك البنات ولي شاف تشفي فيديوهات كمهوتها الاخير وتبارطها جمع اصدقائديا وتنشكر قع الناس اللي تندموا القناة هنا اصرت واحد شوية قاطرة ديال العصر ديال الحامض نحيدو ذاك الناواء او العظومة اللي طاحوا لنا هنا الحامض دور ديالو تخليلينا فواكه ديالنا بتتبقى بذاك اللون ديالها ما تسكحلش لنا لو خيبقى لنا هاد مثلا هاد تحلية الفجار او تلغد يعني تسبقى لنا محتاف دعا هاداك الجودة ديالها هنا سندروا قاطرة ديال الحامض ونحن ما داري للسانيدة لوالو اللي نعد نفلو التحت فيه السانيدة وبنطبيع للحال الطبقة الثالثة ستكون تهي حلوة يعني السع من نعير الحامض هو ذاك الحامض اللي سندروا تطلق لنا يخلي لنا ديسر تطلق واحد شوية ديال الماء ولكن تبقى هاداك هاد الفواكه ديالنا تبقى محتفظين على الجودة ديالنا سوف يتنبدا نوزح هاداك الفواكه على الفلو كامل بالتساوي وتنحاولنا ندير الخضار احدا الحمارة تنحاولو نستفوق هاداك الديسر ديالنا بالترتيب باش اللي مدون ناكله فيه تلقوا مقادة مره تلقوا بعويد مره تلقوا فريز كل مره تلقوا مهم ان الديسر تبقى اختياري على الحساب اللي عندكم ولا اللي بغيتو التومة والكمية تبقى على الحساب بالنسبة لك الاعداد اشخاص كتر رغتديرو اللي يطردين الحليب يعني اعر انا اعطاعتكم بعد مره اغلبية تحليات تندير عرسة الكؤوس سوف تنقام تبع محل بكاية كيف تتشوفو تتجي صار حتى حلية رائعة وتتجي زوينة وانتمنى تعجبكم سوف تنوزع هاد شي وتنخليها تاني حدايا من بعد ما فلورة برد ضروريتي برد باش ما يهبطش لنا تلتحس يعني هنا را بارد وجمد لنا وغندوزول لطباقة الثالثة طبقة الثالثة عندي سبعة طمرات وعندي القرقاع وعندي الزبيب وعندي اللوز بالقشرة ديالو وعندي افوكا ونص ليتر ديال الحليب غندي ندير منو بالنسبة الافوكا رانا جابدها من الموجميد كنت شاركتا معكم اذاك العام كيفاش تتخزي الافوكا انا غنديرها لكم في صندوق الوصف اللي بغاها شي واحد فسبقا رمح لي يالله مصايبة تنجبدها تطلق ليا صافي تنستعمل بها الوصفة ديالنا مهندرت كيف شتو حت ثلاثة المعلقات او اربعة ديال العاصر ديال الحامض الحامض عارفين وتيجي مع افوكا زوين وفي نص وقت باش تبقى هاداك اللون دياله الاخضر ما تكهلش لنا الافوكا ديالنا اللي نستفوها او اللي نديروها فتح ليا تبقى مدة طويلة وخذ بقى ثلاث سواء ربعة ثلاث صباح يعني ما تتخسرش اللون ديالها هادا السر منها على حسب خط فيها الحامض صافي كيف شتو در تعير شوية ديال الحليب انا تقريبا خدمت واحد الكاس تبقى ليكم الحليب على حسب تتحكموا في التقولية او الكريمة اللي باغي انا قدرت الحليب باش تطلق ليا هاداك افوكا تطحنت معها الحامض تتوزع فيها الحامض مزيان عذا بجدر دا بازت نتدوك سبعات التمرات اللي تيكون التمر ذاك النوع اللي يرتب باش دغيات يطحلينا تنضيرو حد ست الكرقاعات ولا خمسا شوي تزبيب شوي تلوز هادا الفواكيه تيجو مطحوني في وسط افوكا تيجي تيعطينا كيفاش زعزع يعني محال بحنا تنشربو فعاصر زعزع تلقو في الفواكي الجافة محال بكتت وليها التحلية فيها الديسير وفي افوكا وفي الفواكي الجافة هنا يا اهلزة الفواكيه تقلي شوية الخالد تنحاول نتلقوه يروحت شوية ولكنا غتشوف القوام دياله دائما غيبقى تقيل باش تحكمو فيه سوف تنحاول نطحن هادوك الفواكي الجافة سوف تنبقوه ناكلوه تنحسو بيهم تنحسو باللوس طريفات القرقاع طريفات يعني في الاكل ديالنا وتجي الطابقة بنينة بنينة بزفر وحد درجة متصورش جربو هالبنات راتجيها تحلية رائعة صارحة وزوينة سوف تنحط هاداك افوكا من الفوق تنوزاك تنحطها كاملة ذاك العبار اللي عندي او الكمية اللي عندي انا رادرت حبة كبيرة تقدروا تدروج حبات صغار باش تأتيكم الكمية هاذيك الطابقات ستجي بين الفوق تنوزاها كاملة وعذا بالتنقاد فيها ضغيات التقاد ما استعملت لا بوش يجيب حلواني لوالو يعني تنخدم العرب المعلقة وتنحط فذكا هاداك 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 الكريمه ورثة جبنين البنيت صارحة هي هاداك الكريمه هاداك تنجمد ما والو ستبقى كريمية محلقه وتنبقوا ناكلو فيها هيا كريميه وفي الفواكيل جافة كمية مجرد كبيرة تستطيع الوزع المقادة حاول ان تنزينه بالفريس يبقى لشكولات من فوق تنزينهم بصيغار بيسكويتين يعني تنزينهم بحبيباد الشوكولات كبار تبقى تزين على حسرت وما عشانه عندكم مثلا في المطبخ تتزينوا بيسكويتين تزينوا عرب الفريز تقدروا هذا وشكل نهائي ديالهم اتمنى اعجبوكم ومرحبا بكم في القناة واجربوا البنسات التحليه اللي تتجي معلكة والديدة الديدة فيها ثلاثة الماضاقات تناكلوا الفوق يعني القرقاع ماضاق اللوز ماضاق تمر في الافوكا تنعودوا ناكلوا الديس المقطع تنعودوا التحت تنعودوا للقو تحليه او فلون يعني التحت صارحة رائعة وبسلام عليكم ورامدان كاريب